سمر فقرتنا الثاني فهي بتخص كل شخص سواء رجل او امرأة على حد سواء بيشتغال وممكن يعاني من ضغط العمل وأداة سمر هذا الشي منشوفه يمكن بنسبة كتير كبيرة يعني في دراسات بتقول 80% من الأشخاص بيعانوا من ضغط العمل 40% منهم بيعانوا من الضغط الكبير بمجال العمل أداة هذا الشي ممكن يمرق معك سمر وممكن يمرق معي ومع أي شخص أكيد ضغط العمل موجود بكل عمل يعني بكل مكان بتلاقي أنه في ضغط يعني بكل مجال بتلاقي أي حدا فينا عم ينضغط بس بنفس الوقت يعني حسب أنت إذا الشغل أنت بتحبيه فبضغط العمل حتلاقي أنه عادي يعني ويمرق عادي يعني أنه فترة معينة أما إذا ما بتحبي الشغل هون مشكلة ضغط العمل يعني هذا الشي موزلي طبام طبام سمر رح نحكي أكثر عن تأثير ضغط العمل إن كان على الإنتاجي وإن كان على نفسية الشخص أو حتى الوسط المحيط فيه وكيف ممكن نحن نقدر نكون أقوى من هذا الضغط ونتجاوزه بطريقة صحيحة وإيجابية مع الدكتورة أكيد فات النظام مدربة في مجال تطوير مهارات التوظيف صباح الخير يسهل صباحك وأهلا وسهلا فيك بالبداية مثل ما حكينا خلينا نحكي عن ضغط العمل أمتى بيكون ضغط العمل اعتيادي وأمتى بيصير ضغط العمل لعنا مزمن أول شي نحنا كل واحد فينا يعني بعمله دايما في عنا مهام ومسؤوليات بس نحنا امتى بيصير في عنا منقول أنه صار في عندي ضغط بالعمل مقتنا هيا يصير في عندي تداخل بهذا العمل يمكن يتعقل يمكن أحيانا نحنا كل واحد فينا يعني أنه إنجاز بيأنجز عمله بس بعدين أنه بالنهاية يمكن يدخل قصص مع بعضها هون نحنا ما تصير في عندي العمل اللي منقول عليه شوي ضغط ولكن هو اعتيادي بمعنى أنه هو يمكن أن تفوت كلمة الضغط يمكن هي بمعنى روتين يعني أحيانا أنت روتين ما عم تعملي شيء أحيانا شكرا 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 شكرا